سيد هيفاء أولا هناك مظلومية في الحديث أنه نحن الخاسرون نحن ليس بالخاسرون لا أنت تسمع الأصوات التي تتحدث أن قلت لك خاسرون نحن ليس بالخاسرون لدينا جماهيرنا وجماهيرنا انتخبتنا وموجود أعداد لدى المفوضية أما إلا إذا كنا نكون لدينا 150 هذا مو عملية ديمقراطية عملية ديمقراطية أن يكون لك ممثل في مجلس النواب ونحن الإطار التنسيقي ونحن بشكل عام نسمى الإطار التنسيقي بضمن الكتلة الصدرية لنزال المكون الشيعي يحتفظ بأكثر من 150 مقعد وهذا ليس بخاسرين الخاسرين الذين يرهنون علينا أننا في هذه الدورة لم يحصل المكون الشيعي بدرجة أساس هذا أكثر من 10 و15 مقعد باعتبار لا بس نحن نتحدث أستاذ خالد نحن نتحدث عن الكتلة الشيعية بكل نحن نتحدث عن شخص شخص الإطار التنسيقي تعترض على نتائج الانتخابات نحن محترضين بشكل عام ليس مصلحتنا وإنما لتقويم العملية السياسية لأنه ما يبنى على باطل فهو باطل وكان السبب هذه الانتخابات المبكرة ما حصل في 2019 نعم في 2012 لم يحصل على عملية التزوير وصار هناك خلل فإحنا لدينا نصح على الخلل بالصحيح وليس بالخطأ ما قامت من فواضية من عملية من غير دقيقة وفنيا وإداريا وقانونيا تتحمل مسؤوليتها إذن هناك كثير من الأخطأ ونفس الخطأ أسألت لحفيه أنه هذا قانون الانتخابات قانون مو بس مجحف للشعب العراقي بشكل عام بحيث القانون يحمي الصوت الانتخابي هناك صار هذا البيان